يقول هل يجوز أنني أنظف البيت وأشطف البيت بالماء المرقي وبعتبات البيوت أختي الفاضلة لا ما ينبغي هذا الإنسان إذا قرأ على الماء قرأ على نفسه ما يروح يمسح فيه البلاط وشطف فيه الأرض الإنسان إذا قرأ على زيت أو قرأ على زيت ما يروح يشطف فيه الأرض يقرأ على نفسه أو عفوا الماء يشربه والزيت يدهم به جسده ولذلك أتركي هذا الأمر هذا ما يصلح يا أخت الفاضل وما اعتاده الناس من غسل زوايا البيوت وعتبات البيوت هذا غير صحيح ولذلك أتركي هذا وبالنسبة للماء المقري تشربين أو تغتسرين به وبالنسبة للزيت المقري عليه تدهنين فيه جسدك كاملا أو أساف القدميك كل هذا هو المشروع بارك الله فيك